موسيقى اهلا بكم الى نشرة السابعة مساء من الميادين والبداية مع العنوي موسيقى بوتن يقول ان النصر مضمون ولا شك فيه والناتو ينفذ مناورات عسكرية جوية وبحرية في دول البلطق غدا موسيقى لقاء تشاوري في ابو ظبي لقادة دول خالجية ومصر والاردن لا تشارك فيه السعودية موسيقى في ضربة لحكومة نتنياهو المحكمة الاسرائيلية العليا تبتل تعيين رئيس حزب شاس وزيرا موسيقى نقابات العمال الفرنسية تدعو الى اضربات واسعة غدا احتجاجا على رفع سن التقاعد موسيقى وفي خليج 25 العراق يتأهب لتوفير افضل ظروف النجاح للنهائي والداخلية تدعو الجمهور الى الاحتفال بتحضر موسيقى مساء الخير واهلا بكم الى هذه النشرة المفصلة والبداية من تطورات المواجهة الروسية الاطلسية موسيقى موسيقى اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه لا يشك في الانتصار في اوكرانيا وقال ان بلاده فعلت كل شيء من اجل تسوية مسألة اقليم دونباس بالوسائل السلمية لكن اتضح ان الحل بهذه الطريقة مستحيل بوتين وفي اجتماع مع قدام المحاربين وسكان لينجراد لمناسبة مرور ثمانين عاما على رفع الحصار عن هذه المدينة اشار الى ان روسيا لا يمكنها الا الرد على الاحداث التي وقعت في اوكرانيا منذ عام 2014 بما في ذلك ابادة السكان الناطقين بالروسية واكد بوتين ان سلوك كيف ضد السكان المدنيين وضد الكنيسة الارتوذوكسية روسية لن تمر من دون عقاب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اكد ان الاتحاد الاوروبي يخضع بالكامل للولايات المتحدة وان اوروبا باتت في موقع التابع لحلف شمال الاطلسي وخلال مؤتمره الصحفي السانوي في موسكو رأى لافروف ان ما يحدث في اوكرانيا هو نتيجة الاستعدادات التي قامت بها واشنطن وحلفاؤها لشن حرب على روسيا مشيرا الى ان حجم الدعم لسلطات كيف دليل واضح على ذلك لافروف اضاف انه عقد لقاء بين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية العام الماضي بطلب من الجانب الامريكي اما في الموضوع السوري فقد قال لافروف ان الاعداد الاجتماعي وزيري الخارجية السوري والتركي يجري بوساطة روسية مساعد الامين العام لحلف النيتو ميريتشا جيوانا قال ان روسيا تستعد لحرب طويلة مشيرا الى ان بوتين يعمل على زيادة الانتاج العسكري والحصول على الاسلحة من الانظمة الاخرى بما في ذلك ايران وفي اجتماع رؤساء اركان الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي في بريكسل اكد جيوانا ضرورة دعم اوكرانيا والاستعداد لمواجهة اي تهديد الى ذلك قال وزير الدفاع الالماني الجديد ان بلاده تشارك في القتال الدائر في اوكرانيا على نحو وفي حديث لصحيفة ديرشبيغل الالمانية اكد الوزير ان وزارة الدفاع توجه تحديا جديا في الفترة السلمية وفي الفترة التي تشارك فيها المانيا في الحرب الاوكرانية ولو على نحو غير مباشر وشدد على ضرورة ان تتكيف وزارة الدفاع مع الوضع الجدي المترتب على النزاع في اوكرانيا قتل وزير الداخلية الاوكراني ومسؤولون كبار من جراء تحطم مروحية كانت تقلهم من بروفاري في ضواحي كييف بحسب الشرطة الاوكرانية فان نائب وزير الداخلية ومسؤولا كبيرا اخر كانا على متن المروحية مضيفة ان سقوط الطائرة قرب روضة اطفال ادى الى مقتل اخرين في تغيير لموقف اكد فيه منذ اشهر معارضته عضوية اوكرانيا في الناتو قال وزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر ان انضمام اوكرانيا الى الحلف يمكن ان يكون نتيجة ملائمة للحرب في اوكرانيا وفي تصريحات خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اشار كيسنجر الى انه يؤمن بالمحافظة على الحوار مع روسيا في اثناء استمرار الحربي بهدف انهاء القتال ان تدمير روسيا كدولة لها سياساتها الخاصة سيفتح الباب واسعا امام صراع داخلي وتدخل خارجي في الوقت الذي يوجد فيه 15 الف رأس نووي اضافي على اراضيها ولذلك انا من دعاة الحوار مع روسيا والان ينضم الينا من موسكو مرسل الميادين احمد الحاج علي مساء الخير احمد اسمح لي ان انطلق من مواقف الرئيس بوتين ما هي الرسائل وما الجديد الذي حامله خصوصا في سياق وتطور هذه العمليات العسكرية داخل اوكرانيا تحياتي لك وفا والمشاهدين جميعا عموما الجديد هو الاصرار والتصميم الروسيين على الاهداف التي وضعت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا لا يوجد مستجد هناك كانت تكهنات بان هناك تغيير في توصيف العمل طابع العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا موجات جديدة من التعبئة العامة ومشاكل وكل هذا لم يصدر عن لسان الرئيس الروسي بلاديمير بوتين خلال زيارته الى مدينة بيتربورغ الجديد هي في الرمزية التي متعلقة بهذه المناسبة الذكرى الثمانين لكسر الحصار عن مدينة لينينجراد التي دام حصارها 872 يوما الحصار النازي واجراء مقاربة ما بين هذا الحصار الذي قامت به القوات النازية الألمانية الفاشية والمواجهة الروسية الأطلسية مع نظام فاشي تدعمه هذه الدول دول الغرب الجماعي الإصرار الروسي على تقبل وقبول هذا التحدي الذي أطلقته هذه الدول الغربية بتعزيز تسليح القدرات الأوكرانية وزج المزيد من المعدات والمعونات العسكرية لكييف كما قالها الرئيس الأمريكي سوف نقاتل حتى آخر أوكراني على ما يبدو أن الغرب مصر على أن يقاتل حتى آخر أوكراني البعض هنا يعتبر أن هذه الحرب عبثية حرب أهلية بين الروس والروس لأن الشعب الأوكراني لا يختلف بمعظمه عن أصوله الروسية أيضا لذلك الإصرار الروسي على الاستمرار حتى تحقيق كامل الأهداف لأنه لا يمكن القبول ببؤر بنى تحتية تهدد الأمن القومي الروسي تهدد الحدود الروسية والجغرافيا الروسية والمواطنين الذين يقتنون المناطق الأوكرانية كافة سواء كانت المقاليم الأربعة التي أعلنت روسيا انضمامها مؤخرا إليها إلى الاتحاد الفيدرالي أو مواطنين من ذوي الأصول الروسية من ناطقين باللغة الروسية ما زالوا ضمن الحدود الجغرافية الأوكرانية لأننا نتحدث عن هذه العلاقات التاريخية نتحدث كما ذكرت البعض يعتبرها نزاع داخلي وحرب أهلية بين سكان من نفس البلد ويتم الحديث عن روسيين وليس أوكرانيين أو روس ملفت عندما قال الرئيس بوتين أن سلوك كياف ضد السكان المدنيين والأكثر أهمية يمكن ضد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لن تمر من دون عقاب ما الذي قصده بهذه الإشارة تحديدا إلى الكنيسة الأرثوذكسية برمزيتها ونحن نعلم أهمية ذلك بالنسبة تاريخيا للاتحاد السوفيتي والآن لموسكو بالطبع وفاء أن الكنيسة كانت كنيسة واحدة موحدة لا فرق في العقيدة الإيمانية والعقيدة المسيحية التي يعتنقها أرثوذكس روسيا عن أوكرانيا كانت كنيسة واحدة ما قامت به سلطات كياف هي مصادرة كافة الممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وانفصلت وفصلت جزء من هذه الكنيسة ووضعته تحت سيطرة هذا النظام النازي لكي يكون أداة طوعية في عملية بروباجندا دينية طائفية لشق الصف الواحد ما يجعل ما يؤكد دلالات أن العقلية الشيطانية التي تديرها الاستخبارات الغربية ودول الغرب الجماعي تريد أبث النفاق والفرقة والتفرقة والطائفية في داخل أبناء الديانة والعقيدة الواحدة أحمد أيضا فيما يتعلق يمكن بظل هذه المواقف الروسية إن كان من قبل الرئيس بوتين أو حتى وزير الخارجية لفروف بالمقابل في تحركات عسكرية والمناورات البحرية والجوية للناتو في البلطيق كيف تتعامل اليوم مع موسكو مع هذا السياق الذي تأخذه والسلوك الذي يأخذه الناتو بإجراءات استفزازية ونتحدث برمزية أيضا دول البلطيق وفنذكر أمس أن إحدى الدول المشاركة في هذه المناورات وهي ألمانيا قد تجاوزت إحدى طائراتها العسكرية المجال الجوي المسموح وقد شرفت على اختراق المجال الجوي الروسي حيث رافقتها بكل مهنية طائرة سخوي 27 روسية تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي ومرت الحادثة حتى الآن بسلام وفقا لتطبيق طاقم الطائرة السخوي لكل التدابير والإجراءات المعهودة لمنع حصول أي اشتباك أو احتكاك جوي مباشر بين الأجنحة الطائرة الروسية والأخرى الألمانية التي تجاوزت الحدود والقوانين المعترف بها اليوم هذه المناورات هي أوسع وهي تحاكي عمليات استهداف لمواقع أرضية داخل روسيا ربما قد لا تسكت روسيا على هذه المناورات بالقرب من أجوائها الإقليمية أجوائها السيادية ولابد أنها سوف تتعامل معها بالوسائل الجوية الدفاع الجوي المناسبة طبعا مع الحرص على عدم حصول أي احتكاك أو أي اشتباك يؤدي إلى مواجهة مباشرة وكذلك ذكر سيرجي لافروف اليوم وزير الخارجية الروسي عند سؤاله حول إذا انضمام سويد وفنلندا إلى حلف شمال أطلسي الناتو ذكر بأن روسيا لديها كامل الحق والحرية بأن تقوم بإجراءات دفاعية على أراضيها للرد على هذه العملية على انضمام دول أخرى جديدة مثل فنلندا وسويد إلى حلف شمال أطلسي الناتو هذه الإجراءات ممكن أن تطال المناطق المحاذية القريبة لمحر البلطي قد تكون في منطقة قليم كالينينجراد الذي يقع في الداخل العمق الأوروبي أقصى الغرب الروسي ممكن أن تكون أيضا خليج الفنلندي يعني مسرحا للمزيد من المناورات الروسية وتعزيز القدرات الدفاعية والجوية الروسية هناك عدة سليب وسائل ممكن أن تقوم بها القوات الجوية الروسية لتفادي هذه الأخطاء ولا يمكن إغفال ما أعلنته كذلك وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين عن عفوا البلاروسية عن منورات مشتركة مع روسيا كذلك برسائل لحلف أطلسي الناتو شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات الزميل أحمد الحاج علي مراسل الميدين كنت معنا مباشرة من موسكو استضافت العاصمة الإماراتية أبو ظبي لقاءا لقادة دول مجلس التعاون والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفيما كان لافتا غياب المملكة العربية السعودية والكويت عن اللقاء بحث القادة خلاله مسارات التعاون والتنسيق المشترك في المجالات جميعها كما عرضوا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا أمنيا واقتصاديا وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية تعيين زعيم حزب شاس أريي درعي وزيرا للداخلية في حكومة بن يمين نتنياهو بسبب إدانته في قضايا جنائية المحكمة العليا قالت إنه لا يمكن الاستمرار بقرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا دعية نتنياهو إلى إقالته وعقب القرار توافد رؤساء وممثل أحزاب عديدة إلى منزل درعي وفي أول تعليق على القرار رأى حزب شاس أن المحكمة ألقت إلى سلة النفايات أربعمائة ألف ناخب لحركة شاس فيما اعتبر وزير القضاء أن قضاة المحكمة العليا لم يحترم قرار الشعب أما حزب اليكود ففرض حذر إجراء مقابلات على أعضائه بخصوص هذا القرار من بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام ناصر أي ضربة تلقت حكومة نتنياهو مع إقالة حزب شاس أو رئيس حزب شاس؟ ضربتان وفاء الضربة الأولى هي اعتقاد نتنياهو أنه سيدوس على القانون رغم أنه قانون استعماري وأنه سوف يتحكم بالقضاء ويغير المحكمة العليا كما يريد وله في ذلك انتقاما قديما حيث قدم لي المحاكمة بتهمة الفساد النقطة الثانية شريكه حليفه أريدرعي زعيم حركة شاس كان سرق من الملعاب حكم عليه ثلاث سنوات ونصف وخرج من السجن ممنوع أن يكون وزيرا لأنه صاحب شائنة نتنياهو أراد تجاوز الأمر وإذ ذلك كأنما يحبي أريدرعي يحبي نفسه هاجة الجمهور الإسرائيلي وطبعا هناك تعنيف وشتم للقضاء كما ورد على تويتر عند أيتمار بن جميل قبل قليل هناك هجوم وهناك هدر لدماء القضاء في إسرائيل عشرة قضاء قالوا بأنه صاحب شائنة ولا يمكن أن يكون وزيرا الأسوأ والأفسد من ذلك أنه ابن أريدرعي قال لن يذهب منصب وزير الصحة لشخص غريب أي أنه هو يمكن أن يتولى المنصب بالوراثة يعني أنه أريدرعي النص ممنوع وبالتالي ابنه سيأخذ المنصب إلى هذا إذا أسوأ أنواع دول العالم الثالث يصل حكم الاحتمال في تلالي يعني وهذا يؤكد ما قالوا قبل أيام إسحق هيرتسوك يعني الأزمة العميقة التي تضرب حتى ما يسمى بالديمقراطية داخل هذا الكيان وبات هناك ديكتاتورية على أرض الواقع ناصر أيضا بسياق يعني الإصلاحات التي كان يود أن يفرضها نتنياهو وهناك معارضة كبيرة هل هذه الضربة التي تلقاها ستمنعه بالتالي من إجراء أي خطوة استفزازية أخرى للمعارضة الإسرائيلية؟ لا 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 بالعكس اليمين بطبعه عنيف دموي وخصوصا اليمين الصليوني عنيف ودموي قد يصل إلى حد القتل وبالتالي قرار المحكمة العليا لم يحظى باحترامهم بل زاد استراءهم بإمكانك القول بأنه ترامب ينتقلت من أمريكا إلى تل أبيب اليمين يستشيق غضبا يهدد والأمور ذاهبة باتجاه المزيد من الفسخ ما بين المحاكم القضاء وما بين ما تريده الأحزاب والسياسيون الفاسدون أذكرك أهود أولمارد كان في السجن كاتساب كان في السجن ثلاثة وزراء إسرائيليين في السجن إما اغتصاب أو لصوصية وبالتالي هذا حالهم ناتانياهو على الويتينج لست الآن هو يحاكي نفسه حين يدافع عن أن يدرعي ويذهب إلى بيته ويجلس معه أربعين دقيق ويقول له أن تأخي وبالفعل هما أخيان في اللصوصية وفي الفساة هذا الاستقطاب الحاد الذي نشهده ولسيما بعد تولي هذه الحكومة اليمينية الفاشية مقاليد السلطة ومقاليد الحكم الشارع كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن 100 ألف متظاهر يتظاهرون ضد حكومة ناتانياهو 400 ألف صوتوا لحزب شاس كيف سينعكس ذلك على الشارع الإسرائيلي ناصر الذي أسقط ناتانياهو قبل خمس سنوات لم يكن حزب العمل ولم يكن العلمانيون ولا لبي الذي أسقطه أصحاب الرايات السوداء يعني الفوضويون الذين خرجوا إلى الشارع وذهبوا حتى في الأمطار والثلوج ورفعوا رأيات وأسقطوا حكومة ناتانياهو غيروا الرأي العام الآن الذي يقود الحراك هو لبيد وغنيتسوة نعرف تاريخهما الأسود في الاستعمار وبالتالي يبدو بأن الموقف ضعيف على الأقل الفلسطينيون ينظرون إلى الذين يعارضون ناتانياهو الآن أنهم شركاء له في الفساد وشركاء في الاستعمار وفي قتل الفلسطينيين وسبك دماؤهم هل يمكن أن تسقط حكومة ناتانياهو بفعل تظاهرات؟ ممكن لكن هذا سيؤدي إلى عنف شديد جدا داخل المجتمع الإسرائيل وهو عنيف بالمقائف يعني ناصر الفرضيات التي تطرح عن حرب أهلية البعض قال أن هذا تطخيم للواقع الذي يعيش هذا الكيان ما يجري الآن هي مؤشرات أساسية إلى إمكانية الدخول بالفعل وتصاعد هذه الفوضى والعنف وصولا إلى شفا حرب أهلية؟ لا أستطيع أن نفهم كلمة حرب أهلية مع الإسرائيليين هم ليسوا قبائل الأم وستعمارات أغنية وفكراء شرقيين وإربيين أتوقع قتل سياسي ممكن لكن كلمة حرب أهلية تنطبق على قبائل تنطبق على جهات جهوية تنطبق على أحزاب منقسمة في منطقتين جغرافيتين لكن بالحالة الإسرائيلية أتوقع قتل سياسي وليس حرب أهلية شكرا جزيلا لك ناصر اللحم مدير مكتب الميادين كنت معنا من بيت الح شكرا أفاد أعلام الأسرى الفلسطينيين بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت عميد الأسرى ماهر يونس إلى سجن أهل كدار وذلك قبل ساعات من الإفراج عنه بعد اعتقال دام أربعين عاما هيئة شؤون الأسرى أفادت بأن إدارة سجن النقب منعت الأسير يونس من توديع رفاقه وحتى مصافحتهم كما منعت الأسرى من الاحتفال به أو إطلاق أي هتفات له وفق الهيئة فإنه لن يفرج عن الأسير ماهر يونس هذا اليوم زار وفد من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى المسجد الأقصى المبارك لتأكيد الموقف الأوروبي بضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الوفد الذي يضم 35 ممثلا وقنصلا برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين التقى مسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية وترمي هذه الزيارة إلى تأكيد أهمية احترام الوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في القدس وعلى ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها خلق تصعيد رسالة دعم قوية لنا في دائرة الأوقاف فأننا نعمل على الأرض بموجب هذه الوصاية الملكية نشكرهم شكرا جزيلا على قدوبهم إلى المسجد الأقصى المبارك ونتمنى أن تتكرر الزيارات وأن نبقى على تواصل دائما للإطلاع على كل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك نحن أنهم ضد هذه الأمور ونعمل أن تكون خطوات عملية واقعية لمنع كل هذه التجاوزات على المسجد الأقصى المبارك ردنا على منع إسرائيل السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي وسلمته رسالة احتجاج وبالتوازي طالبت المعارضة الأردنية بالانفتاح على قوى المقاومة في المنطقة التقرير للزميلة لنا شهيد منع السفير الأردني من الدخول إلى المسجد الأقصى ردت عليه عمان باستدعاء السفير الإسرائيلي وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة خطوة ليست بجديدة وتغيير المشهد السياسي في إسرائيل ووصول اليمين الأكثر تطرفا إلى سدة الحكم دفع بالمراقبين إلى مطالبة أصحاب القرار بتجاوز عتبة الاستدعاءات على الأقل نستدعي سفيرنا من إسرائيل وفي المقابل نطرد السفير الإسرائيلي من عمان هذه خطوة ولنرى بعد ذلك كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلي فإن صعدوا لدينا أوراق نصعد أيضا بدءا بالاتفاقيات الثنائية المبرمة وصولا إلى أي مستوى من المواجهة في هذا المجهد حراك سياسي وديبلوماسي يقوده الأردن في الآوينة الأخيرة لوقف انتهاكات إسرائيل في القدس قمة ثلاثية في القاهرة جمعت ملك الأردن والرئيسين المصري والفلسطيني الذين طالبوا باحترام الوضعين القانوني والتاريخي في القدس وتفعيل جهود استئناف المفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفريق المعارضة يؤكد أن الاستنكارات والبيانات لا تجدي نفعا مع إسرائيل المطلوب اليوم خطوات عملية في مواجهة إسرائيل إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة لا تفهم إلا المواقف التي يمكن أن تؤثر على مسارها وعملها وأنا أود أن أقول قضيتين مهمات يمارسون الأردن أولها التنسيق الأمني أوقفوا التنسيق الأمني وانظروا ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل وقضية ثانية ارفعوا يدكم عن الحدود ولو لأيام في السلام انتهى والحل هو بالمقاومة والانفتاح على المقاومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية تمتد إلى مئة عام وانتهاك إسرائيل لها مرفوض شعبيا وبرلمانيا علاوة على ذلك تتعالى الأصوات محذرة من أطمع إسرائيل في الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين منع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى رسالة سياسية بامتياز مفادها أن إسرائيل هي صاحبة السيادة والقرار يؤكد ويقول المراقبون إن الأردن يمتلك أوراق قوة وضغط كثيرة تمكنه من كبح جماح الغطرسة لإسرائيلية لأن شهين عمان قالوا يا دين ليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى إصدار أوامر بمنع رفع العالم الفلسطيني فلماذا تخشى إسرائيل العالم الفلسطيني على مدى سنوات الصراع؟ الإجابة مع جراسيا بيتار لماذا تخشى إسرائيل العالم الفلسطيني؟ المسألة ليست خشية بقدر ما هي رعب فالأمر أشبه بالنظر في المرآت ينظر الاحتلال إلى علام فلسطين فيرى مرتكبه من إجرام يرى تاريخه في سلب الأرض والعرض وطرد أصحاب الحق والحقيقة تخاف إسرائيل من العالم الفلسطيني لأنها تخاف النظر في المرآة في مرآتها شريط اعتداءاتها على شعب بكامله قتلها الأرواح قبل الأجساد في مرآتها دماء نظرة تروي كيف سرقت من أطفال الأرض البراءة والأحلام العالم الفلسطيني هو مرآة الاحتلال الحقيقية عندما يرفع اليوم وفي أي يوم يذكر إسرائيل بما التزمت به مثلا في مفاوضات أوسلو أمام الأمريكيين والعالم كلما شطبت التزاماتها وتعهداتها ورمتها أرضا لا تريد إسرائيل ما يذكرها بتعهد من هنا أو اتفاقية من هناك العالم الفلسطيني يذكرها بأنها غدة سرطانية زرعت في هذه الأرض للحروب والتقسيم العالم هو رمز الدولة الفلسطينية التي تريد إسرائيل أن تمحوها عن الخريطة أرضا وإنسانا العالم هو رمز مظلة الشعب الفلسطيني الذي تسعى إسرائيل أن تمنع عنه أي دعم أو تعاطف أو حتى تأييد لفضي العالم هو رمز الثورة الفلسطينية التي تجهد إسرائيل كي تغتالها ورمز الثورة العربية مع الشريف حسين التي تتمنى إسرائيل أن ترى أهلها دائما خانعين راكدين لاهثين وراء التطبيع التتبيع العالم الفلسطيني هو لا كبيرة في وجه إسرائيل ومخططاتها هو حبر نهايتها لمح الرئيس التركي رشب طيب إردوغان إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا ستجرى في الرابع عشر من شهر أيار مايو المقبل وخلال اجتماعنا لنواب من حزب العدالة والتنمية قال إردوغان إنه بعد ثلاثة وعشرون عاما على فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات سيرد الشعب التركي في اليوم نفسه على تحالف طاولة الستة المعارض في الرابع عشر من أيار مايو عام الف وتسعمائة وخمسين دخل عدام مندريس قلوب الأمة بقوله كفى الأمة تقول كلمتها وخرج من صناديق الاقتراع بانتصار صاحق بعد ثلاثة وسبعين عاما وفي اليوم نفسه ستوجه أمتنا ردها على صانعي الانقلاب هؤلاء الأشخاص الجشعين غير الأكفاء هؤلاء الذين يقفون ضدنا ويطلقون على أنفسهم اسم طاولة الستة هذه النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا لو سبحتم وإلى فرنسا حيث توشك أزمة الوقود على الانفجار مجددا بعد أن قرر العاملون في قطاع النفط تنفيذ سلسلة إضرابات اعتراضا على إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته الحكومة وفي السياق دعت نقابات العمال إلى التظاهر بكثافة يوم غد الخميس والنزول إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا فيما تتوقف معظم القطارات والرحلات الجوية ومن المتوقع أن يشارك أيضا في الإضراب المدرسون وأساتذة الجامعات برغم دعوات الحكومة إلى تعليق الإضراب وعدم شل البلاد لا نخلط بين التظاهرات والحق في الإضراب والحصار ما لا نريده هو أن يجد الفرنسيون أنفسهم غير قادرين على الذهاب إلى العمل أو استحاب أطفالهم إلى المدرسة أو الذهاب لتسوق أو السفر نريد ضمان الأمن ولا نريد أن تكون هناك تحركات تتخللها اشتباكات شبيهة بالتي شاهدناها في السنوات الأخيرة تلوح في الأفق أزمة سياسية وثقافية وقضائية بين لندن وإندنبر بعدما تدخلت الحكومة المركزية في لندن لإبطال قانون جديد في سكوتلندا يغفض العمر الذي يسمح به بإجراء عمليات لتغيير الجنس التفاصيل مع موسى سرور حرب ثقافية ودستورية بين لندن وإدمبرا حكومة ريشي سوناك تتدخل للمرة الأولى منذ 25 عاما وتبطل قانونا أقره البرلمان السكوتلندي بغالبية أعضائه بشأن الإصلاح الجنسي يجب أن نكون واضحين المسألة لا تتعلق بمدى قدرة الحكومة البريطانية على فرض فيتو على تشريعات صادرة عن البرلمان السكوتلندي بل أن الأمر يطبق فقط على أمور معينة وفي الحقيقة إنها المرة الأولى التي نبطل فيها تشريعا منذ أكثر من 25 عاما وهو ما يؤكد أن السلطة الممنوحة لنا لا تطبق دائما الحكومة السكوتلندية عدت أن إبطال قانون الإصلاح الجنسي يتخطى البعد الثقافي للمسألة متهمة الحكومة المركزية في لندن باستخدام قضية التحول الجنسي سلاحا سياسيا ضدها متعاهدة باللجوء إلى القضاء فيما وصف الحزب القومي السكوتلندي تدخل حكومة لندن بأنه غير مسبوق داعيا إلى عقد جلسة خاصة في البرلمان البريطاني لمناقشة الآثار الدستورية لقرار حكومة سونة إن قانون الإصلاح يدخل ضمن صلاحية البرلمان الإسكوتلندي وهو لا يتعرض مع عملية المساواة المطبقة في البلاد وقد صدر بموافقة غالبية أعضاء البرلمان أعتقد أن خلفية إبطال التشريع سياسية زعيم حزب العمال كيرستارمر شكك في جدوى القانون الإسكوتلندي مؤكدا أن عمر 16 عاما صغير جدا لاتخاذ قرار في مسألة تغيير الجنس فيما أثار موقف لندن مخاوف رئيس وزراء ويلز مارك درافور الذي رأى أن إبطال القانون يمثل لحظة خطيرة جدا تتذرع الحكومة البريطانية بالقانون الذي يمنحها صلاحية إبطال التشريعات الصادرة عن البرلمان الإسكوتلندي ذريعة تحمل في طياطها أبعادا سياسية ربما قد تخدم الانفصاليين في إسكوتلندا في ظل تزايد نقمة الشعب الإسكوتلندي ضد حكومة المحافظين من جراء مخالفتهم الأصول الديمقراطية المعتمدة في إسكوتلندا موسى سرور لندن الميادين وإلى سوريا حيث استشد ضابط وأصيب خمسة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعة جنوب البلاد وزارة الداخلية السورية قالت في بيان لها إن عبوة ناسفة انفجرت في ساحة بصرة في مدينة درعة أدت إلى استشهاد ضابط من مرتبات وحدة المهام الخاصة وإصابة شرطيين اثنين إضافة إلى ثلاثة مدنيين في لبنان تصدى الجيش اللبناني لجرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود مستعمرة لمطل جنوبية لبنان وأوقف عملها بعدما خرقت الخط الأزرق من جديد المنطقة شهدت استنفارا متبادلا بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال بعدما خرقت آلية إسرائيلية الخط الأزرق بمرافقة دبابتي ميركافا ونظفت الطريقة العسكرية قرب السياج التقني من الجانب المحتل ونبقى في لبنان حيث أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه جرت الموافقة على سلفة اثنين وستين مليون دولار للكهرباء وجرى إعطاء أربعة وخمسين مليون دولار لموضوع الصيانة وقال ميقاتي إثر انتهاء جلسة الحكومة أن بعض الوزراء احتجوا على أمور تتعلق بالمواطن لا علاقة بالتربية والصحة والطحين واجرى الاتفاق على عقد جلسة مقبلة لمناقشة هذه المواضيع الطارئة تقرير حسان الرفاعي بنصاب الثلثين عقدت ثانية جلسات مجلس الوزراء اللبناني بعد خلو سدة الرئاسة ومن بين المفاجآت حضور وزيري الاقتصاد والسياحة المقاطعين للجلسة الأولى وإن كان جدول الأعمال مؤلفا من سبعة بنود لم تطرح على طاولة البحث سوى البنود المتعلقة بملف الكهرباء في ظل غياب وزير الطاقة وحضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الكهرباء اليوم لوصلنا له هو الموافقة على أول واحدة موافقة على السلفي 62 مليون دولار مما يتعلق بالشحن الأولى الموجود رئيس الحكومة أكد أن عقد الجلسات ليس للمناكفة وأن الضرورة ستحتم الدعوة إلى جلسة جديدة بعض الوزراء بداية الجلسة احتجوا بما يتعلق بأمور حيوية أيضا تتعلق بالمواطن جرى إقرار جزء مما طرح في ملف الكهرباء وسط تأكيد المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان أن التحسن رهن عوامل متعددة ثلاثة كائز الدولار تحويله من مصرف لبنان تأمين التمويل للتكرفة التشغيلية يلي كانت 600 مليون دولار لدى 18 ساعات وتأمين المؤاذرة الأمنية الفعالة لم يطرح للبحث ملف القمح المخصص لإنتاج الخبز مع اعتراف وزير الاقتصاد بأن لبنان بحالة طوارئ غير معلنة نحن وزارة الاقتصاد هذي أنا مثل ما دايما نقول هذي وزارة الناس وتحديدا بملف القامح والطحين هنا بيها الجلسة أنا طلبت أنه يوضع لحتى نستبق أي أزمة أنا اللي بدي وضحه ما في أزمة اللي هنبلش ينحكي بأزمة رفعت الجلسة مع انتهاء النقاش بشأن بنود الكهرباء منعا لانسحاب وزراء وجرى ترحيل البنود إلى جلسة أو جلسات لاحقة وحده موضوع الكهرباء حضر على طاولة مجلس الوزراء مع وعود من عكاسات إيجابية يلمسها المواطن إلا أن تأجيل في البنود الضرورية الأخرى يحتم عقد جلسة جديدة حسان الرفاعي بيروت الميادين تعد مدينة بعلبك عاصمة اقتصادية لمنطقة البقاع الشمالي السوق التجاري في المدينة يجمع بين التراث والحضارة ويضم مئات المحال التجارية التي تتنوع منتجاتها وكذلك يستقطب أهالي البلدات والقرى المجاورة التقرير للزميل محمد الساحلي اشتركوا في القناة عيدا عن قلعة بعلبك وفي أزقة أحيائها البجاورة يقع السوق القديم للمدينة أحجار البناء تتحدث عن تاريخ قديم لهذا المكان الذي جعلت منه الجغرافيا أول عامل جذب عبر العصور مثل ما جعلت منه ظروف الاستقرار في الحرب اللبنانية عامل تنوع وانفتاح ما رأنا بعصر زهبة ساكن الحرب الأهلية ساكنت المناطق مسكرة على بعضها وبعلبك مفتوحة على كل لبنان منتجات هذا السوق الطازجة واليومية والمتنوعة من خضار ولحم تسهم في تنافس أفران الصيحة البعلبكية الشهيرة تعدد محال الحبوب والحاجات المنزلية والحلويات إضافة إلى كثرة الخيارات في سوق الأحذية والملبسات يمنحانه القدرة على سد أغلب الحاجات وإلا كانت بعلبك كثير من الزهرة يعني كنت مقصودة حتى من أهل الجنوب من أهل بيروت أيام الأحاد يعني بعلبك مشهورة عندها معلمين مشهورة فيهم معلم سيحي هو قلت بعلبك هو صفيحة البعلبكية كانت مشهورة يعزوها من جنوب بيروت من بيروت من جنوب كل مناطق الأكتريت المنطق والضيع بالمحيطة ببعلبك تجي على بعلبك نظراً لأسعارها المقبولة بعدها وهنا بيعتبروها أبو الفقير يجمع التجار هنا على أن الانهيار الذي تعاني منه البلاد هو ما أضعف دورتهم الاقتصادية لكن سوق بعلبكة والذي تأثر كحال كل الأسواق اللبنانية لا يزال يكافح من أجل البقاء لا سيما أنه سوق معاصر طاله في الماضي غضب الطبيعة وبقي صامضاً لا يزال سوق مدينة بعلبكة المتنوع والذي ارتبط عمره وموقعه بقلعتها التاريخية مقصداً أساسياً ولربما هو الوحيد لأهالي منطقة هي الأبعد عن العاصمة وتضم ربع السكان في لبنان حمد الساحلي بعلبك الميادين والآن تذكير بأبرز العنوي بوتين يقول أن النصر مضمون ولا شك فيه والناتو ينفذ مناورات عسكرية جوية وبحرية في دول البلطق غداً لقاء تشاوري في أبوظبي لقادة دول خالجية ومصر والأردن لا تشارك فيه السعودية في ضربة لحكومة نتنياهو المحكمة الإسرائيلية العليا تبطل تعيين رئيس حزب شاس وزيراً نقابات العمال الفرنسية تدعو إلى إضرابات واسعة غداً احتجاجاً على رفع سن التقاعد وفي خليج خمسة وعشرين العراق يتأهب لتوفير أفضل ظروف النجاح للنهائي والداخلية تدعو الجمهور إلى الاحتفال لتحضر ودائماً للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية الإنجليزية وكذلك الإسبانية هذه النشرة انتهت شكراً لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة